اه الاخ ادمون جاد بيسأل سؤال مهم جدا ايه اهمية كتابة المحتوى في التسويق وهل المحتوى مرتبط فقط بالتسويق الالكتروني اكيد لا يعني اولا ايه هو المحتوى المحتوى هو رسالة او شكل من اشكال التواصل مع العملة بهدف اقناعهم باللي انت عايز تقنحهم به ممكن تقنحهم ان انت شركة كويسة وخلاص في البراندنج ممكن عايز تقنحهم يشتروا عايز تديهم معرفة ومعلومات هو ده المحتوى المحتوى فيه منه كذا نوع بقى انك انت تدي رسالة مباشرة كده المنتجات الفلانية ميزاتها كذا وموجودة عندنا والعايز يطلب ايه ابعت لنا رسالة ده محتوى مباشر رسالة ايه بايت ناو اشتري دلوقتي وفيها كولتو اكشن لكن فيه محتوى اقناعي بقى هو الابداع في الاقناع ازاي تقنع ازاي تقنع الناس يعني فيه عبارة شهيرة جدا المحتوى هو الملك او content is the king وانا كملتها بجملة تانية reach is the kingdom يعني المحتوى هو ملك بس انت لو كتبت المحتوى ده ومحدش شافه ملوش ايمة هو المحتوى ملك لانه بيخل ايه بيتشاف اكتر بيخل الناس تحب المحتوى فتعمله share مشكلة حتى اورجانيك من غير فلوس ولا حاجة فتجارب كتير جدا مع شركات كتير لما بيجي يكتب محتوى وعايز عايز يقنع الناس بمنتج من المنتجات بتاعته انت فرق رهيب ما بين ان انت تقول للناس احنا المنتج بتاعنا كويس وادمي ذاته واحد اتنين تلاتة وكده ومنطق وكلام وكده وسعر وخص وان انت تقول جاي حاكي مثلا story طبعا ايه content ده له انواع بس الstory دي ساحرة بالقصص تحكي قصة وتحكي كده ايه حاجة كده فيها تجربة انسانية وفيها مشكلة وفيها حلها يعني يعني ممكن احنا في مرة من المرات نتكلم عن story telling يعني ايه قصة يعني ايه story بس بسرعة كده يعني ابسط انواع الstory اختصارها اس او اس situation situation الموقف obstacle العائق solution اس او اس زي ايه ما بتجي تس تحكي حدوتك كده بطل كان بيعمل معرفش ايه طلع عليه وحش المعرفش الغابة ايه وعدين جي في الاخر خلص على الوحش والناس عاشت في تبات ونبات اس situation obstacle solution القصة اللي بتحكيها لطفل دي انت تقوم جايبها بقى للمنتج بتاعك يعني انا لسه قريب مش هير حد من اللي حضروا معايا كورسات عجبني المحتوى بتاعه جدا وامت حد كاتب كده بوست ايه اعلان غير مدفوع حد بيبيع رز بسمتي الموضوع ايه بص لما تيجي حتى تيجي تقول لي ايه القصة اللي انا هعملها في الرز بسمتي عشان تيجي تفكر هحكي ايه قصة معه ده رز لا تبقى بص على الستوري حوالي مثلا استوري مش اقلم انه مثلا ايه بتاعها 400 كلمة ايه هدو خلنا ايه كنا فيها واحنا بنشتري رز بسمتي ومش عارفين اللبيض والاصفر والباكستاني والهندي والغالي وبتاع وداخين ومش فاهمين ايه وبدأنا ندرس ونفهم وعرفنا الفروقات وعرفنا اهو situation obstacle هنشتري ايه طب ده فيه بعشرين وفيه بتاعين فقمنا ايه قلنا بس الموضوع وقمنا رسلنا لحاجة ولقينا ان نقدر جيب جودة كويسة جدا وبالسعر اللي مش مبالغ فيه ونبدأ ان ايه نقول للناس ده موجودة عندنا ومش هتلاقوه بالميزات دي في حتة تانية بقت ستوري على فوق كده بقت ستوري الناس دول كان قابلها حطوا ايه الحاجة اللي بقولك عليها عندنا كذب بكذب البتاع ده بكذب ولا حد عبره اول ما بقت ستوري كده حتى من غير ما يصنف عليها فلوس الناس بقت بتايه يقولك اه والله ده كلام جميل وبدأ يعملوا شير ويتيجوا اردرات اقعد فكر ازاي تحكي قصة ازاي تحكي حدوتة للناس طبعا اه انا ممكن اديكم امثلة كتير لان كل ما حد بيكلمني انا دلوقتي عندي مشكلة اوريني الكونتينت لا اعمل لي ستوري طب ازاي ما احنا ايه افتكر احنا بنقول اعمل الستوري كذا واعرض علي فلما بيعملوها مزبوط بتجيب نتيجة ممتازة بتجيب نتيجة ممتازة وحاول تدخل دايما طبعا الاس او اس ده ابسط موديل في الستوري فيه موديل فيه سبع مكونات اهم حاجة الاموشن الاموشن الناس علشان تاخد قرار لازم يبقى فيه فيلنجز الاول اموشنز عواطف وبعدين يبدأ هو ايه تينكينج فيلنج وبعدين اكتنج حاول تحط اموشن الاموشنز دي معناها ايه مش عواطف يعني لازم يكونوا اتنين بيحبوا بعديهم ويتجوزوا في الاخر لا الخوف عاطفة الفرح عاطفة اموشن عواطف انساني حط فيها انفعلات يمكن انفعلات اموشنز ترجمتها ممكن تمشي انفعلات برضو اكتر شوية حط فيها كده مشكلة وحلاها حكاية وضخنة اه ولقينا ان الموضوع ما يتحلش غير بالشكل الفلان اه اعلان قطونيل اه ده قصة مش عايزين نشتم في رمضان مع ان انا بشتم بعد الفتر عادي بس يعني انا انا اخد عهد على نفسي مش تمشي في اللايب يعني كطونيل لا طبعا ده كلام فارغ يعني لو انت حضرتك عدت مع حد وقالك الاعلان نجح لان كل الناس بتتكلم عنه يعني يديله بالبوكس في وش مبدئيا وبعد كده ايه قعد بقى ايه حاول بقى تفاهمه غلط لان ما فيش حاجة اسمها ان الناس تتكلم عننا احسن ما ما تتكلمش لا ما تتكلمش احسن لو تتكلموا وحش ولا ما تتكلموش لا ما يتكلموش وبعدين هو كطونيل مش في مرحلة الاورنس ما البراندينج ده ليه مراحل اورنس يعني الناس تعرفها ما هو معدى المرحلة دي هو عايز ريمايندر بس ريمايندر ايه تذكير بشكل ايجابي مش معنى يعني زي ما بيبسي الناس عرفتهم لما يجوا يعملوا اعلان غبي زي كده مبيعاتهم هتقل ويا ما فيه اعلانات نزلت المبيعات وانا متأكد انا ما عنديش ارقام بس انا متأكد من احساسي من ناس اللي كانوا بيكتبوا تعليقات واللي كانوا عملة الخطونيل يعني فيه حد بعطي يقال لي مين تاني غير خطونيل تعرفه ودليته على شركة مين تاني غير خطونيل بينتج المنتجات دي عشان انا مش عايز اشتري منهم فقدوا عملة عارف انت لما تعمل اعلان وتصرف عليه خمسين ستين مليون جنيه وما بيعتك تنزل خمسة في المية خمسة في المية قليل لا بس كارسة لانك صارف لانت صارف عشان يبيع عشرين في المية زيادة فيعني لا طبعا من ضمن قواعد الاعلان ما يتصادمش خصوصا احنا في رمضان وتيجي تقول يعني كلام سخيف وخارج ما كانش يصح ابدا لشركة لان في من ضمن الجاذبية في الاعلان مع الاموشن على فكرة الانجذاب للطرف الاخر ده شكل الجنس الاخر ده نوع من انواع الاموشن بس مش للدرجة دي يعني ده شكل فج وفاضح يعني يعاقب عليه بالفعل الفاضح في الاعلان طبعا اخ محمد محمد بيسأل سؤال عن تدني القدرة الشرائية للعملة هل ده وقت نفتح مشروع جديد خلي بالك المشاريع الوقتي يعني خطاء الملابس مثلا هي بدأت تتحسن شوية مع بعض ناس متابعهم انا واعرفهم مش خصيا الاسبوع اللي فاد ده ويمكن لو حد شغال في الملابس يأكد لنا المعلومة دي لو كانت عنده او لا اللي كانوا بيكسابوا اصلا خلالش شهر ثلاثة او اخره يا اما بقوا بريك ايفن يعني ايه ولا بيكسابوا ولا بيخساروا يا اما خسروا اجارات عالية مرتباته بتاعه فممكن خسروا فده مش وقت مناسب انك تدخل اساسا دخول الشركة الجديدة في سوق مشغال بيبقى متوقع ان الشركة تقعد تخسر فترة لان انت بادئ بصفر عملة صفر ناس عارفاك فبتقعد تبني بقى عادي تبني وعلى ما تبني انك انت حجم ارباحك الاجمالية تغطي مصروفاتك وتزيد ده بياخد فترة الفترة دي في ازمة زي كده ممكن تطول فانت هي دي بس اللي انت تعمل حسابك عليه ده مش انسب وقت ومش افضل وقت في مجال زي الملابس لكن مثلا في حد كان كلمني من حوالي ايه في بدايات الازمة خالص افتح صيدلية وكانت جاهزة انا بقول ايه انا بفكر اقف اقف ولا افتح اقول تبني لا طبعا افتح مفيش فيها كلام قال لي بس ده فيه نواقص في الدواء والحاجات اللي هي بتتبع في الموضوع ده مش موجودة والقلق اللي حصل بقى ده ناس خالفة تشتغل فيها ومش موجودة لو عند الموزنين ولا عند الشركات قلت له افتح مفيش كلام فكلمني بعطلي امباري حوالي ممكن يكون دكتور حاضر معانهات دكتور عبد الرحمن قال لي انا اشكرك ان اقلت لي افتح انا وصلت الرقم مبيعات في خلال اول اسبوعين كنت متوقع ان انا اوصل له بعد ست شهور بش حاجة اسمها ايه ان انت مجال زايدة ما تفتحش فيه احنا زي ما قلنا التكنولوجي احنا كلمنا على حاجات العشر حاجات في التكنولوجي بس لكن تعال بص بقى في المجال الادوية والمطاهرات كل شركات الدواء تقريبا نشرت حجم اعمالها في الكوارتر الاولاني انهم اول تلت شهور في ماصر كلها مبيعاتها زادت كلها مبيعاتها زادت فبتتكلم مجال زايدة تقول لي ادخل اه لا ادخل على طول بسرعة الحق لان احنا في كيرف طالع ملابس ما حبش قوي اشتركوا في القناة